وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 105 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 705 قضايا من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و181 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 61 طن أقماح محلية